موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني على مضي الحكومة الموقرة في تعزيز المناخ الاستثماري لمملكة البحثين والحفاظ على سمعتها الطيبة في مجال استقطاب الاستثمارات والمشاريع الاقليمية والعالمية المختلفة وقال خلال اجتماع بالعاملين في مركزي المستثمرين في كل من بيت التجار ومجمع السيف التجاري إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجيات التي تدعمها الحكومة تتطلب منا تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين سواء من داخل البحرين أو خارجها كما بيّن الوزير إن غالبية الأنشطة التي تم فتحها للاستثمار إلا الموقوف من هذا القانون مؤكدا أن الانتقال إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية بإصداره الرابع وبتغليص عدد الأنشطة إلى 419 نشاطا ما هو إلا دلالة أكيدة على اهتمام الحكومة الموقرة بتسهيل الإجراءات والاستفادة من الفرص المواتية للاستثمار بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 6 ملايين و464 ألفا و456 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و440 ألفا و636 ديران ربحانيا نبتدها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 166 صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 17 شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول بتعملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني لجموعة البركة المصرفية